اتحاد الكرة بيستقر على اقامة السوبر المصري في الفترة من 18 حتى 21 اكتوبر اللي جايين يعني في شهر اكتوبر تم تغيير المعاد كانوا عايزين يعملوا المعاد في شهر 9 ولكن خلاص بقى عشان طبعا الموسم الجديد والدوري الجديد وكده هنشوف احنا القصة دي هتمشي ازاي بالنسبة للدوري الجديد لانا مش هسكت في القصة دي بصراح عايز السنة الجاية بقى موسم منظم مش هنمر بالتجربة بتاعت السنة دي تانية اتحاد الكرة انا كل ما بس مع سيرة النظام الدوري بتنرفس بصراحة اتحاد الكرة بيستقر على اقامة السوبر المصري في الفترة من 18 الى 21 اكتوبر ان شاء الله ويعني انتوا عارفين ان النظام السوبر المصري بقى اربع فرق بطل الدوري وبطل الكاس وبطل الرطة وفرقة من ترشيح ربطة الاندية ممكن يبقى تاني الدوري تاني كاس حسب الفرق اللي هتكسب الاهلي طبعا بطل الدوري حيشارك السيراميكا بطل كاس الرطة حيشارك حنشوف بقى مين بطل الكاس وحنشوف مين الفريق الرابع اللي هيتم ضمه لبطولة السوبر لكن خلاص فيه فرقتين ضمنوا المشاركة في الكاس السوبر القادم السوبر المصري في الامارات ان شاء الله والكاس السوبر الاهلي والسيراميكا دول الفرقتين الاهلي بطل الدوري وسيراميكا بطل كاس الرطة